مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم حلويات مشهورة يعني حلويات هندية مشهورة في عدن ممكن مش بالمحلات مرات في محلات مشهورة فيها لكن أكتر شي مشهورة في البيوت اللي يكونوا عدنية هنود زي ما تعرفوا عدن مشهورين فيها اللي يضيفوكم إياها يعني البيوت اللي ما تزوروهم يضيفوكم الرسمة لاي والقلب جام حلويات هندية أو باكستانية جدا لذيذة هذا هو القلب جامون هو نفس الطريقة العقينة لكن يختلف في الصوس وهذا هو الرسمة لاي هو بالحليب والهيل جدا لذيذ وهذه المقادير كامل وركزولي على النكهتين الهيل والزعفران القاهزة اللي بس تخدميه تعطي طعم رهيب أول شي من أعمل الشيرة حق القلب جامون عندي كوب سكر وكوبين ماء تمام؟ والآن بضيف لي المنكهات اللي هي الهيل الزعفران وبضيف ليه كمان المغلف اللي رويتكم يا ببداية الفيديو اللي هو الزعفران والهيل يقي قاهز مغلفين نكهة هذا الفنيليا بس هيل وزعفران وخلي السكر بس يدوب يعني يغلي غلوة الشيرة وأطفي عليها تمام؟ والآن من أعمل إيش؟ من أعمل الرسمة لاي الحليب حقه عندي كوبين من الحليب وعندي ربع كوب من حليب الشاهي وكمان ربع كوب سكر أو حسب التضوق تمام؟ أخليه يدوب تماما الحليب مع السكر والآ يعني تمام دقانس وخلطه تمام الآن بضيف شوفوا ما شاء الله هنا الشيرة عندي خلاص غلط طفيته وهنا الآن بعد ما غلل حليب بضيف المكسرات عندي لوز وعندي هيل وزعفران وكمان من نفس الباكت اللي استخدمته المنكهات زعفران وهيل يجي جاهزين قلت لكم وخلطه تمام تمام بس أخلي يعني يغلي غلوة مش بداية الغلايان وبس غل الحليب أضفت له لوز شرائح له يعني عندي لوز خشن ولوز شرائح أضفت له خلاص وطفيت على النار الآن نروح للعقينة عندي كوب من الحليب البودر ولازم يكون الحليب ممتاز نوعه وعندي ملعقة ممسوحة كبيرة سميد وملعقة ممسوحة كبيرة من الطحين أو الدقيق وعندي ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر أو ملعقة صغيرة ممسوحة وكمان الآن بضيف السوائل اللي هي عندي حبة بيض وعندي ملعقة كبيرة زيت وكمان فانيليا رشة من الفانيليا أخلط تمام هذه المقادير وأبدأ أعقين فيها الحليب طبعا بقول لكم حاجة هنا عندي ماء إذا كانت العقينة قاسية بضف له شوية ماء أو حليب سائل الآن بعقينة بالبيض شوفوا العقينة لازم تكون طرية ولازم تكون شغلكم يكون سريع ميكونش بطيء لأنه العقينة تنشف فأنتم لازم على طول تعقنوها وعلى طول تطبخوها تكوروها بسرعة وتطبخوها طبعا أني هنا العقينة حسيت شوية قاسية عادي ضفت له شوية ماء حق ملعقتين ماء وصارت استوت معايا تمام إذا أنتم شفتوها يعني العقينة كتير طرية زودوا حليب هنا عشان ببدأ أكور حطيت زيت وأبدأ أكور العقينة طبعا أني هذه العقينة هي لطبخة وحدة يا رسمالاي يا قلاب جامون بس أني قصمت بين الاثنين عملت نصف الكمية وقصمت بين الاثنين لأنه عندي في البيت البعض يحب الرسمالاي والبعض يحب القلاب جامون فهمتو وبدأت أكوره وقصمت بالتساوي طيب بحكي لكم حاجة لازم تكوروها وضغطوا يعني عندكم صفرة أكل تغطوا عشان ما تنشفش معاكم والعقينة قلت لكم لهي قاسية ولهي مرة طرية يعني تتلصق باليد بس هي تكون ناعمة وطرية بس ما تلتصقش باليد عرفتو زي العقينة كده السوفت كده تكون الآن شوفوا حق الرسمالاي بضغطو شوية بخليهم يعني دائرة مفتوحة أو دائرة كده شوية ملسة ما بخليش زي القلاب جامون كده كرة شوفوا بضغط عليها شوية هادي للرسمالاي بحطه القلاب جامون لا خليته كرة كرة شوفوا دائرية تكون زي موضح لكم بالفيديو كيف أضغط عليها نفس كده ويدكم أما تبلوها ماء أو زيت تدهنوا يدكم عشان ما تلصقش معاكم لأن العقينة طرية وكمان بحكي لكم إذا خليتوا العقينة قاسية ما بزبطش معاكم الرسمالاي ولا القلاب جامون خلاص الآن عندي الشيرة حارة والحليب كمان حار ساخن ببدأ أدخل كرات الرسمالاي اللي فتحناها اللي ضغطناها وخليه على نار هادئة عشرين دقيقة وهنا كرات القلاب جامون بقليها بالزيت لازم تتقلب زيت من توسط مش حار كتير وعلى طول أحطها على الشيرة أنا أصفيها من الزيت وحطها على طول على الشيرة ووطي النار وحسب لهم عشرين دقيقة هنا خليت أول شي القلاب جامون عشر دقائق بعدين قلبته بدون انتبهوا تحركنه على نار هادئة قلبته بعد عشر دقائق يكمل العشر دقائق الثانية يكون عشرين دقيقة وهنا كمان القلاب جامون على نار هادئة عشرين دقيقة يكون بعد عشرين دقيقة بطفي النار الآن خلاص شوفوا ما شاء الله الرسمالاي جاهز طفيت النار وخليه لما يبرد وكمان القلاب جامون طفيت عليه النار وغطيه وخليه لما يبرد تماما خلاص شوفوا ما شاء الله برد هنا طبعا نحتاج ثلاث ساعتين عشان لازم يبرد وتدخلوا التلاقة هنا ما شاء الله دلادلة شوفوا بشويش خدوا الكرات بشويش دلادلة وحطوها كده بالصحن وخلاص وحطوها بالتلاقة يعني طبعا الشيرة تاخدوها اني صفيت الشيرة ليه صفيت الشيرة لاني واني اقلبت طغسته بالشوكة وفتكت حبه وبدأت كده تخرج يعني العقينة فاضطرت اني اصفيها وهنا ما شاء الله الرسمالاي كده على وحدة وحدة كمان لانه طري وخايفة عليه يعني يتكسر طبعا اني حطيته في علب سفرية انتم تقدروا تعملوها في علب زقاق حافظات او بلاستيك يعني او علب التقديم اللي بتقدموا فيها صواني التقديم وتحطوها تبرد في التلاقة بس اني لاني يعني وزعتو عشان كده حطتوه في علبات في علبات سفري تمام وهنا كمان تاخدو الحليب ممكن ترشو عليه شوية حليب وباقي الحليب تحطوه في علبة لو حد يشتيه يزود او انكم يعني تخلو بس قليل حليب فيبو والحليب الباقي في علبة للي حاب يزود حليب على الرسمالاي خلاص الان دخلو في التلاقة اقل شي ثلاث ساعات لازم هو حلاوتو يكون بارد شوية نحنا كده نحبوه بعضهم يقولو انه ياكلو حار عادي وبس والله شوفو ما شاء الله بعد تقريبا انا عملتو الظهر او الصباح كده يعني وطلعتو على المغرب يا السلام ايش حطت كده حبة من القلب جامون وعليها الشيرة تبعو رشة الهيل ممكن ترشو قوز الهند مكسرات على القلب جامون وهنا الرسمالاي كده اخدت واحدة مع المكسرات ايش الحليب حق الرسمالاي يقنن ورشيت علو زعفران عشان اكسر اللون بس انتم تقدو ترشو عليه في السطوق اي حاجة انتم معاكم او النكهات اللي انتم تحبوها والان تعالوا ندوق القلب جامون ايش اقولوكم الطعم هش وطري ولذيذ اهم شي قدتوكم العقينة متخلوهاش قاسية وكمان بقولوكم حاجة تقدروا تستغنوا عن البيض تعقنوا على حليب حليب سائل تقدروا تستغنوا عن البيض تعقنوا بحليب سائل او ماء يعني عادي تمام وشوفوا ما شاء الله الرسمالاي انا احب الرسمالاي يا السلام ايش اقولوكم الهيل الزعفران المكسرات بالحليب بعدين الحليب مش خفيف الحليب كده تحسوه كده شوية رزين يعني او نحنا نقول فعدر رزين هو يعني تقيل يعني حاجة قدر روعة ان شاء الله تقربوا هذي الحلويات تقولولي رأيكم فيها واللي قربه كمان يقول لي ايش رأيكم في الرسمالاي والقلب جامون بالعافية ليولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم